اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خرج من وزارة الثقافة ومثقفين مصريين هم اللي فتحوا صدرهم للإخوان هم اللي عملوا رأسوا في الشوارع عشان يقولوا احنا مش عايزين للإخوان ما ينفعش النهاردة هذا المثقف المد إيده للدولة واعتقد ان بالفعل هناك عودة لدولة الفن والثقافة الجديدة يفاجأ بان الدولة تعطيها زهروا ده اللي حصل في حفل عيد الفن تفضل عشان بس عايزة للناس اللي مش متابعين اللي حصل في عيد الفن عايزة عرف من حضرتك ونحكي للناس هو كان فيه حفل عيد الفن ده حاجة عظيمة جدا أنه يرجع وعساعدتنا كلنا وكلنا قلنا مصر بترجع فعلا للثقافة والفن وكان فيها ممثل عن الشباب الجيل الجديد الأستاذ محمد محسن وهو يعني على فكرة يعني عضو في المجلس للثقافة ومثل مصر في ثلاث مهرجانات قبل كده الرجل عمل بروفاتو مع النجوم اللي كانوا بيروحوا وكان أكثر الناس انزباطا في الحضور للبروفات ده صحيح أنا على نفس يعني شهادة حق أنا شفت محمد البروفات الحمد لله أنك شفت وشفت يوم عيد الفن أنهنا هنا في قناة نان لايف وشفتوا واقف على الباب كلنا كلنا وقفين عشان يشوفوا تصريحات اللحظة لحاديك شفتي فيها على الباب دي ودخل الأوبرا ودخل الأوبرا بالخير وكان خلاص هيغير هدومه وحط بدلته اللي هيطلع بها على المسرح وكان هغاني كمان أغنية أم يا مصر أنا ما سألته أغنية أغنية أم يا مصر تمام جدا فوجأ بالتنين بيستدعوه فخرج معهم بيعايز يعرف فيه إيه فحسب روايته اللي حكاها لنا يعني واللي كتبها في بيان أنه فوجأ بنفسه برأ الأوبرا مع الاتنين دول فحاول إيه فهم إيه الموضوع فقالوله بس فيه مشاكل أمنية واعترضات عليك وكذا اعترضات على محمد محسن كمطرب هو اتفاجئ اتفاجئ ليه لأنه واحد بيروح بروفات بقاله هذه الفترة وزيان ما بقول لحضرتك العضو في المجلس الأعلى الثقافة طبعا فقال لهم أنا فلان الفلان أكيد فيه سوء تفاهم أو كذا يعني وحاول يتصل بالوزير وحاول يتصل بالأستاذ هاني مهنة أستاذ هاني مهنة قال إن فعلا أنا محمد فيه اعترضات عليك فالرجل خد نفسه واتكل على الله بدل ما يعمل دوشة هو يباوز عيد هو أصل راحه وهو حابب إنه يشارك في هذا العيد اللي بيرجع تاني حابب إنه كصوت شاب مصري طلع فعلا مع الثورة طبعا ممثل للشباب كمان فحاب قوي إنه يبقى موجود وتعرض لابتزاز قبل ذهبه للحفلة ابتزاز شديد جدا ومع ذلك اختاره إنه يروح الحفل وفجأ بهذا التصرف الغريب قبلها بشوية ما فيش بيومين ثلاثة كانت القضية بتاعت كرم صابر كاتب قصة طبعا الروائي كرم صابر بياخد خمس سنين حابس القضية لا محسن ولا كرم صابر ولا بتاع القضية كلها ماذا تريد الدولة من الثقافة والفن والإبداع ما ينفع شي ما قل في مجلس الثقافة كمان من فكرة حابس الروائي كرم صابر لروائته أين الله خمس سنين خمس سنين ودي حاجة غريبة جدا يعني احنا نفضل في الدارة دي كتير يعني لجمة القصة في المجلس عمل التقرير عن المجموعة المجموعة على فكرة تدعو إلى التدين يعني بس عشان انت بتفتح باب بعد كده لأي واحد يقدم بلاغ هنقعد احنا في هذه الدائرة الضيقة ما فيش غير القضايا بتاعت الإبداع ومطرد الإبداع ودي أصلها تحولت أصلا قبل كده كانت يعني سوريا كانت سبوبة يعني كان فيه ناس يبحثون عن الشهرة برفع القضايا على المبدعين وعلى المثقفين وانت دلوقتي مش في دولة بتتغير بس انت في ثورة قامت أساسا على الفن والإبداع يعني 25 يناير و30 هتعمل ايه في اللي جاي في هؤلاء الشباب الذين قبضوا الحرية بأيديهم ده انت لازم ترشدوا ما ينفعش هذا المنع وزارة الثقافة تقوم بدور جيد جدا أعتقد أن رد الوزير كان هايل جدا دكتورة ناس عبدالدين عملت موقف فيه انتهى الجمال وأعلنت يعني اعتراضها على هذا التصرف تجاه محمد محسن وإحنا من داخل وزارة الثقافة مش عشان محسن معانا زميل معانا في اللجنة لا ده موقف بتاع معظم اللجان اللي موجودة داخل المجلس لابد أن تحمي ظهور المثقفين والمبدعين لابد أن يشعر هذا المثقف اللي مدي يده للدولة أنا عن نفسك شخصيا يعني عمري ما شغلت في الدولة عمري ما شغلت في أي حاجة تخص الدولة بس صدقت صدقت إن في دولة جديدة وإحنا نبني ولازم نشوف الشباب وكذا ودخلت لجنة داخل المجلس اللي على الثقافة تحت هذا البن وإحنا مجموعة في لجنة الشباب الشهادة لله يعني مجموعة بتدور التغيير بالفعل طبعا يعني إحنا متنوعين المشارب ومختلفين لكن كلنا بنحاول إن إحنا حتى نبص الروح في داخل اللجانة اللي موجودة داخل المجلس فإحنا لجنة شباب ومش عشان محمد محسن زميل لنا في اللجنة فإحنا عملنا الاجتماع أو عملنا البيان إحنا طلبنا بشكل محدد وواضح مقابل الدكتور مصافح جازي والراجل بالفعل يكلمه مقارن لجنة مهندس أحمد بقى الدين شعبان واستجاب وإن شاء الله يبقى فيه اجتماع يوم الخميس دامع الرئاسة البند الثاني اللي احنا طالبنا به في البيان حفلة على المسرح الكبير لمحمد محسن ومجموعة الشباب الجودة في مصر والدكتورة إناس رحبت بالفكرة جدا هل أكشف أن هو رد اعتبار كافي لمحمد محسن والذي يمثله كمان من طائر الشباب هو طبعا حفلة فني على المسرح على نفس المسرح بالزبط المنع من المنع من علي عليه بالزبط إحنا شايفين أن ده رد جميل جدا مش لمحمد محسن رد لقيمة الفن لقيمة الفن وقيمة الإبداع وقيمة الثقافة هؤلاء الشباب الذين زلوا يغنون ويرقصون أمام مقر وزارة الثقافة قبل أن تنطفد المصريين في 30 يونيو ما ينفعش أن تتبعهم النهاردة هذه الدولة لابد أن تترشد في التعامل مع المثقفين والمبتعين طب حضراتكم كمان يمكن زي ما حريك ذكرت أنه طلبته موعد مع الرئيسة إيه سبب الطلب ده للترشيد إحنا شايفين دورنا كلاجنة شباب مش عشان محمد محسن معنا برضو للمرة التانية أن هناك خروقات هناك ثقوب لابد أن تدار في مشكلة في التعامل مع المثقفين الرئاسة لابد أن تعزال متشار الرئيس أأكد كمان المثقفين والشباب في حملة عمدن غير نية تشويه للشباب في كمان حملة أن أنا قدر أقول أنهم مش موجودين خالص أهمشهم تهميش دورهم تماما بس ظبط وده مش كويس أنا كنت سعيدا ما شوفت محمد محسن في الدار الأوبرا المصري كنت سعيدا في حد من الشباب كنت سعيدا في صوت الصورة بيمثل محمد محسن محمد محسن من 15 يوم راجع من مرسل خليفة يعني مرسل خليفة بنفسه يعني مش عايزين نقول يعني أنه نقدر بره وجوه ما ينفعش هذه مشكلتنا هنا في مصر لا لا بس بإذن الله هي المسألة ترشيد يعني الدولة لابد أن تعي جيدا دور المثقف وده اللي احنا نحاول نعمله إن شاء الله في عادتنا مع دكتور مصاب حجازي أنت حضرتكم خلاص حددتوا الموعد إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله لغاية دلوقتي ما نعرفش بقى في مفاجآت ولا ما فيش لكن رسالتي من خلال حضرتكم من خلال هذا البرنامج للرئاسة الدولة القادم والحالي واللي بعد كده الثقافة والإبداع عقول المصر وعقول الأمة لابد أن تعامل بشكل أكثر احتراما دي العقول اللي بتقود البلد استعينوا بيهم استعينوا من المثقفين أو الناس وقفت مع هذه الدولة الجديدة كانوا مثقفين بتقالي موقف بقى طاهر معروف موقف عشرات المثقفين الكبار معروف ما ينفعش هؤلاء يشعروا الآن بخزي ما ينفعش أنك تخزي لهم كدولة لابد أن تخزي لدولة كما زي ما حركة قلت يوم يروحوا للدولة دولة تديهم ظهروا ما ينفعش خلينا نقول إلي مطلوب من مؤسسة الرئاسة لو في نقاط هتكون موجودة على أجندة حضرتك أو حاجات تعيشها مع مؤسسة الرئاسة بما يتعلق بالغير اللي ما حصل كمان مع محمد محسن وطبعا أكيد فكرة رضي الاعتبار وكمان نعرف الأسباب من خلالها منع محمد محسن من الغلم اللي حادث بتقولي الجزء الأخير ده مهم جدا أنه نعرف الأسباب حصلت إزاي وليه هل هو موظف قدم وشاية ولا فيه لازم نعرف السبب الأهم من ده كله أن نتوقف عن القضايا الخاصة بالإبداع في لجان موجودة أنت حضرتك مقدم رواية أو مجموعة قصصية أو عمل مصرحي أو عمل كذا فيه لجان بتشوف ده وهي اللي بتحكم عليه على فكرة هذه اللجان أكثر من حكم المحكمة يعني هما لو حكموا على حضرتك أنكم بتعرفيش تكتيبي لا قدر الله يعني ولا بتعرفيش تبديعي ده كافي ده كافي جدا شكرا شكرا يعني فسبهولنا يا عم بلاش تودونا المحاكم لأن هذه الدولة مش عايزينها تنهى كل شوية ولا إحنا كمثقفين ولا كمبدعين ولا كناس بتشارف العمل العام إنك تنهيكني طول الوقت في هذه القضايا التافية اللي بتصنع ناس بتعملها عشان شهرة مش أكتر من كده وعلى فكرة اللي عملوا البلاغ في المجموعة أعتقد أنه ما أرهاش يعني ما بصوش فيها ده مجموعة قصصية تدعو إلى التدين يعني شخص شايف أنه في حالة عباس وحالة ضياع في الكون والحياة وكذا ويدعو الله أن يزهر يعني 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 يأخذ بيد البشر يعني يعني حاجة يعني منتقى تدين مفهاش بس إحنا السطح بقى ونقض في هذه القضايا التافية وده اللي مش عايزين بس فعلا في حكم محكمة صدر بحافظه خمس سنين خمس سنين ده إجرام طبعا بعدين ده موقفه قدام أهله قدام ناسه هيقول لهم إيه زي المجرم زي القاتل زي يعني أنت تكتب مجرم على طول يعني مش ممكن فيه لجان يا جماعة فيه لجان إبداعية وفيه لجان أدبية بعد كده أي حاجة تخص الإبداع في لجان من وقت توصل حضرتك إيه اللي ساعد الموضوع قوي كده اللي ساعدوا لدرجة إنها توصل محكمة وياخد على طول حكم فوري بخمس سنين سجن إن انت ما عملتش لغاية دلوقتي يعني إحنا كنا وساعداء جدا لما عملوا الدستور لإينا ممثلين عن المثقفين والفنين داخل لجنة الدستور يعني كان جميل جدا طبعا محمد عبلة جميل جدا تلقى خالد يوسف جميل جدا هذه الأسماء لكن بعد كده إنت عملت لابد أن يعني هذه القضايا لإننا عشناها كتير جدا إحنا بنعيشها بقى لنا سنين لازم يتعمل لها إطار إيه الإطار كل ما يخص الإبداع والكتابة والفن تبقى له محكمة أدبية ده صحيح بلاش نصعده ده لو اتعامل مش هنقع نفاجأ بأحكام ونفاجأ بأحكام كل شوية ضد الناس وبعدين فيه جيل جاي أنت هتمسكه إزاي فيه جيل جاي تربع قبض الحرية بإيده ده يترشد بس ما ينفعش أنك تحكمه كل شوية ما ينفعش أنك تهدي المحاكم هذا الجيل يترشد من خلال النقاط ومن خلاله ده باء خلينا نقول في الأهم الأخيرة أرنا يمكن عدة أخبار هذكر لحضرك الأخبار لأرناها منها في المنوح وعدم وفقة الرقابة على المصنفات الفنية على ألبوم الفنان علي الحجار وطبعا زي ما قلت الحكم خمس سنين على الروائي كرم صابر صاحب كتاب أين الله تمام هل لجنة كان ليها رد فعلا على كل هذه الأخبار عايزة بتيدي الأول بفيلم نوح اللي تم نومة هيئلة خلاص الفيلم هتعرض تمام عايزة عربس وقت نظر يعني بس ما حبناش ندخل في موضوع الفيلم احنا مش عايزين ندخل في صدام مع الأزهر فالس وما حبناش نضيف الفيلم يعني حتى البيان اللي نازل نازل على قضية كرم صابر وعلى قضية محمد محسن وعلى الهجمة اللي على الإبداع بشكل عام ما حاولناش نتعرض للحتة بتاعت الفيلم يعني أنا مش عايزين صدام كلنا يعني طبعا في اللجنة مش عايزين صدام مع الأزهر بس عايزين زي ما بقول لحضرتك هذه الأمور لابد من ترشتها يعني ما ينفعش حضرتك تبقى راجل المريض بيروح له دكتور يعني هيحكم عليه بمنطقه هو وبالمفاهيمه هو اللي أكيد مختلفة خلاص عن مفاهيم الفانوال اللي بتاع فحنا عايزين نرسي هذه القاعدة لأن الحاجات التي تذكرتها وعلى بعضها دي بتنزر بخطر قادم خطر لابد من إيقافه وأنا مش عارف أوقفه الوحدي لو كوزارة ولا كمثقفين ولابد أن تتدخل الدولة فقالني كده من دستور 2014 وكن مفروض دستور بيحترم الحريات طبعا ده مش بس كده ده الثقافة فيه اللي كانت سطرين قبل كده أربع صفحات يعني مساحة الحرية والصحافة طيب ما احنا عايزين الدستور ده يتطبق بقى مش بس كده مش بس الدستور وتقول الدستور يبقى نركنه على الراف لا كمان عايزك تعمل إجراءات احترازية إجراءات احترازية يعني عندي لجنة موجودة بالفعل أي مشاكل تخص الإبداع هي دي لجنة القصة مثلا في المجلس الأعلى في نقاب صحفيين مثلا لما تحصل مشكلة داخل النقابة في مجلس تأديب وهكذا بلاش التصعيد لأن ده هينهكنا كلنا في قضايا إحنا عنين مش وقته مش وقته أنا عندي بلد عايزة تبني النهاردة من الموقفة الجميلة واللطيفة جدا إن كان فيه وقفة النهاردة هتتعامل ساعة اثنين عند الوزارة اللي دعيين للوقفة اعتذروا عنها النهاردة ليه اعتذروا عشان مش عايزينوا نهيكوا الدولة بأنه يجي يحروصها ويجي يأمنها وأنه محدش يركب على هذه المسيرة اللي معمولة لهدف نبيل فحد يستغلها استغلال سيء وده موقف نبيل ده ده المثقف المصري ده المثقف اللي عايزة الدولة تقف جنبه وتسنده مش تحاربه يعني معلش روح هذه الثورة بدأت من الثقافة يا جماعة من اعتصام صغير قد كده تحول لحالة يعني ثورية غير مسبوقة ما ينفعش تتيجي النهاردة الميدان التحير في خمسة من خمسة وعشر تمامتاشر كلهم كانوا ايه رقص وغناء وكريكاتير وعروض فنية ما ينفعش لازم لازم الدولة يعني إذا كانت ستنات عليها تحفوظات أو كذا أو ما إلى ذلك لكن كانت الدولة طرع الفنون بشكل غير مسبوك كل الفنون وكل الأداب وكانت الثقافة الجماهرية جزء من نبض الناس بتوصل لهم احنا عايزين نعيد هذا العصر عايزين نعيد الأمجيدي مرة تانية بصراحة ومجموعة الشباب اللي معنا في اللجنة كل يوم بيشتغلوا لهذا الهدف كلنا عايزين يعني عايزين نجري على كل قصور الثقافة عشان نعمرها من الأول عشان الروح تدبي فيها عشان نعمل ساعدونا في ده لإن ده يبقى شيء جميل جدا أتمنى أن الدولة بالفعل من خلال حضرتك وخلال البرنامج أتمنى أن الدولة تميدي إدها بجد تهتم بالعقول بجد تتعامل مع الثقافة والمثقفين باعتبرهم فاعلين ومؤسرين مش مجرد دكور وناس موجودة في وظائف يعني أنا بس كمان عايز أعرف من حضرتك ليه تم أو فيه عدم وفقة من المصنفات على ألبوم الفنان علي الحجار هو المشكلة مع علي الحجار يعني لغاية دلوقتي إحنا يعني قرينا كذا كلام أنا وكنت مع ناس مقربين من الحجار ففهمت أن فيه اعتراضات على عقود يعني وكان الأول فيه ثلاثة اعتراضات على ثلاثة أغاني علي الحجار بنفسه شلهم كمان يعني تستجاب يعني لأي اختراحات أو كذا ومدي إيده مع الناس معلوش مشكلة الأحمد عواض أو المصنفات الفنية بتقول إن إحنا مش معترضين على أي حاجة من الألبوم من الأغاني إحنا معترضين على صيغ في التعاقدات مع موزعين أو شعراء أو كذا بس هي تبدو إن الصيغة فيها لو إدريع يعني مثلا أنا متعاقد مع حضرتك وحضرتك مش في مصر فلازم أجيب أجيبك دلوقتي قدام المصنفات عشان تقول إن أنا متعاقد مع علي الحجار وده موضوع في منطقة صعوب بس أعتقد إنها تحل خلال أيام يعني ما أعتقدش إنها قضية هتاخد ما ينفعش إنك توقف قدام علي الحجار بعد السنين ما ينفعش يعني وبعدين ماسك المصنفات شاب برضو من الميدان أحمد عواض تبقى رجعية بالشكل ده إنه يرفض ألبوم غنائي عشان أغنية كذا أو كذا ما أعتقدش إن دي يمكن حضرتك عندي رهان على دا إن شاء الله حضرتك يمكن ذكرت حاجة مهمة جدا وهي قصور الثقافة في مصر حضرتك راتي عن حال قصور الثقافة في مصر اللي بتقدمه كمان للمثقفين والفنانين الشباب كمان في مصر ولا لأ 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 أنا كتير جدا بصراحة مستحيل أعب أنا رادي ومستحيل حضرتك تبقى رادي عشان كده بقى فيه لجنة لجنة الشباب بصراحة يعني من أول ما بدأنا من أول اجتماعه وعلى المكان عشان كده أنا عايزة أذكر لحضرتك لأن أنا بعرف شباب كتيرة جدا ومنهم ناس فنانين ومنهم ناس كمان مثقفين وكمان تالنتد أوي يعني موهوبين جدا وبيحاولوا دايما يعرضوا عرضهم مثلا في أسور الثقافة بيلاقوا غير البيروقراطية وتعاند كانت الفكرة الرئيسية بتاعت لجنة الشباب إننا نعيد المدرسة الشعبية بتاعت زمان اللي هات عملت في الأربعينات إنه إزاي توصل العكس يعني بدلما الثقافة يبقى المركز في القاهرة إزاي توصل الأطراف واشتغلنا فعلا حتى بشكل شخصي وفردي كل واحد فينا شاف صحابه فين في كل محافظة وده من نعمل لينكات وطبعا تعصرنا في شوية مشاكل روتينية طبعا زي ما حالتك عارفة وهيبقى فيه رئيس للهيئة قريب الرئيس ده هيتغير يعني سعد عبد الرحمن هيبقى فيه رئيس جديد أعتقد إنه إحنا دلوقتي في مرحلة جامعة البيانات عملنا جامعة للمعظم البيانات لكل قصور ثقافة الموجودة في مصر تقريبا 50% خلصناها عرفنا لكل قصر عايز إيه ومشكلته وده شغيين عليه وده هيبقى مشروع اللجنة في الفترة اللي جاي إن شاء الله إلى جانب مشروع تاني يعني فإحنا مهتمين بداء جدا جدا يعني حمسنا جوة اللجنة إحنا قلنا إحنا جايين كمجلس أعلى الثقافة إن أنا أوجه السياسات أوجه السياسات يعني نحط وفي الفترة الأخيرة يمكن قبل تغيير وزاري بحاجة بسيطة حصل حاجة لطيفة جدا إن الدكتور سائد توفيق جاب لنا حاجة جميلة جدا إن قرارات اللي جان في المجلس الأعلى ستصبح ملزمة وده حاجة عظيمة جدا نتمنى إنها هتتحقق يا رب آه طبعا أكيد نفسي جدا نتطوص بهم ملزمة إن هي يتحقق دي آه يعني هي تبقى ملزمة لو بقت ملزمة إحنا كل الشباب اللي في اللي جان قادرين إن هم يغيروا في حاجات كتير جدا فكر بقى إن الشباب يغيروا يعني أنا عايزة أعرف فوجة نظر حضرتك وردك على اللي بتقل دلوقتي عن شباب مصر بتقل عن شباب مصر دلوقتي إنهم وشباب فاضي الشباب ما عندوش أي حاجة يعملها آه وهو نفس الكلام بتقال عليهم قبل الثورة يا برد بالضبط فأنا عايزة أرى وقال إن شباب ما عندوش فكر وما عندوش بتاع تفرج حضرتك مين اللي عمل الثورة ومين اللي عمل كل هذه الأغاني ومين اللي عمل كل هذه الحالة الفنية والثقافية العظيمة في مصر إذا كنا بنقول إن الثورة يعني يعني خيبت أمانا في حاجات كتيرة لكن ما خيبتش أمانا لا في الفن ولا في الإبداع ولا في عدد الفرق اللي ظهرت ولا في عدد المطربين اللي ظهروا ولا في عدد المسرحيين اللي ظهروا وكل يوم والتاني فيه شباب بنادك شافهم بس هي الدولة تمدي إيدها ما تعملش زي اللي حصل مع محمد محسن أو غيره يعني صبت حالك فعلا تقول إيه إزاي فعلا يتم توظيف طاقة الشباب دي لحاجة إيجابية حتى لو كان فيهم غلط إزاي أتم توظيف طاقة الشباب دي وانا أوجيهم فعلا وقدر أن أنا أوظف طاقتهم لطاقة إيجابية تمام هو مشروع عادة قصور الثقافة لو أصبح مشروعا قوميا هنحل كل مشاكل الحاجة بتتكلمي فيها لو تحول لمشروع قوميا بمعنى أن الدولة تدعم هذا التغيير أن أنا أقدر أوصل لكل قصور الثقافة بلا روتين يبقى دوري أنا كمسقف أو كعضو في لجنة أن أنا بعيد الروح لهذه القصور هقدر ألم كل الشباب جوا قصور الثقافة أنا مش عنديش إراية بس أنا بقى عندي كل حاجة جوا قصور الثقافة يعني ده اللي بنطمح له نطمح أن يبقى شكل ماهتمش بالمبنى لأن في مباني متكلفة ماليهين على فكرة قصور الثقافة وما فيهاش كتاب فعايزين أن يبقى باش بس أنت بتبني لا إحنا عايزين نبني الإنسان ده ممكن يبدو حلم رومانسي لكن إن شاء الله نحاول وراه ومعندناش غيره لا معهم بالصف لازم نحاول وراه أحلامنا لازم تسنع أنت بتتكلم في شباب يعني كفاءة المركز إحنا عايزين الأطراف أنا عايزة أوصل للقرى أنا عايزة أوصل للمحافظات أنا عايزة الرواية أشرف عبد الشافي عود بلجنة الشباب المجلس الأعلى للثقافة بشكرك يا فندم شكرا لك وتحياتنا للمحمد محسن وقل له في شباب كتيرة جدا موجودين معاك ومأيدينك الحمد لله وإن شاء الله نتمنى نشوفه على مصرح الأوبرا قريب الحمد لله قريب إن شاء الله إن شاء الله شكرا يا فندم وأكيد لازم يكون لنا نقاطين عشان نعرف أهم طبعونا عشان تحرجونا أول باول يعني لا طبع عشان نشوف البيان إن شاء الله بتاع رئيسة انت وصلتم شكرا لك شكرا لك ننتقل معكم الفصل ونكمل معكم آخر فقراتنا فخليكم معنا